الدكتور لو هنتكلم بشكل عام في الظروف الطبيعية ايه بتكون العوامل اللي بتأدي لزيادة حجم التحويلات العوامل التحديدة اللي بتساهم في زيادة تحويلات احنا عندنا منيجي نبص كده انا خلينا نتكلم الاول على البنك المركزي المصري اول فترة اللي فاتت ايه اللي حصل وخلا نبقى فيه زيادة في التحويلات منيجي نبص الرقم التحويلات احنا بنتكلم في 22 مليار طيب هو ده بيمثل قديم من اجمالي الموارد الدولارية اصلا لمصر احنا منيجي نبص الموارد الاكبر هو عندنا حصيلة الصادرات اللي هي حوالي بنتكلم فيه 39.6 مليار وراه على طول تحويلات العاملين من الخارج 22 مليار وبعد كده بنتكلم فيه السياحة 13.6 ويليها الاستثمار المباشر حوالي 10 مليار ثم قناة السويس 87 مليار طيب وبالتالي هنا انا عندي تحويلات العاملين من الخارج هي الموارد رقم اتنين والموارد الاقل تكلفة على الاقتصاد المصري لان انا مفيش اي تكاليف كتير زي مثلا الصادرات ببتدي اصرفها عشان التحويلات تجيلي وبالتالي هنا انا محتاج ادعم اكتر التحويلات العاملين من الخارج طب انا بدعمها ازاي؟ اشتغلنا الفترة اللي فاتت على مجموعة من الامور كان ابرزها ان احنا بتدينا على سبيل المثال كان دي من العامل المهمة جدا ان احنا بتدينا نطلق ونصة انستا بي في التعامل مع الدول المحيطة عشان اقدر اسهل تحويلات العاملين من الخارج لان الحاجات اللي بتأثر على التحويلات هي العمولة المرتفعة ان هي بتتجاوز الخمسة في المية ودي من ضمن التوصيات الخاصة باهداف التنمية المستدامة ان احنا نقلل التكاليف عن خمسة في المية وصلت التكاليف لحوالي ثلاثة في المية دي كانت اول عامل اللي هو منصة انستفيه انها تتعامل مع الدول المحيطة زي الامارات والسعودية وخلافة في امر تاني ده كان من الحاجات اللي ساعدت برضو ان البنك المركز المصري ابتدى يشتغل مع الدول المحيطة من خلال طبعا صدوق النقط العربي في منصة بونة اللي هي المنصة المسؤولة عن التحويلات الرقمية او التحويلات المالية على مستوى الدول العربية بلس كمان ان احنا ابتدينى نشتغل على اصدارنا ودائع او شهدات تحديدا بمعدل عائد مرتفع هو معدل عائد اعلى عالميا على فكرة من الكلام السبعة وتسعة في المية ده مش موجود على مستوى العالم وده كان ليه دور ان احنا يبقى فيه شهدات حصيلة من يعني تحديدا بقى هنقول تحويلات وتغيير عملة وبالتالي يبقى فيه عندنا شهدات دولارية تبقى موجودة طيب ضمن الامور ايضا اللي ساعدت انا ابتديت اقلل دلوقتي في مصاريف التحويلات مع البنوك الاخرى والمؤسسات عشان اقدر استقبل تحويلات العميل من خارج بالاطلاس كمان وده كانت احد المبادرات اللي اطلقتها الدولة المصرية بالتعاون طبعا مع البنك المركزي عملية المبادرة بتاعت السيارات دخول السيارات وبالتالي دي كلها كانت عوامل لها دور انها تساهم في زيادة التحويلات العاملين من خارج طبعا لما بنيجي نقارن ده بالارقام تحديدا باللغة الارقام ان التحويلات كانت كام وبقت كام ده نقطة يعني هنلاقي فيها ان احنا شفنا الفترة اللي فاتت مع عملية تحريك سعر الصرف وده كان من العوامل لان مهمة جدا لان انا دلوقتي اما بيجي بص انا كواحد بشتغل برا عايز احول لوسي طيب انا عندي سعرين سعر في سوق الموازي خلينا نقول اكس وفي السعر في السوق الرسمي اكس ماينس تو فانا دلوقتي هروح اشتغل عمعاني نفس كانت مشكلة المستثمرين دي كانت مشكلة المستثمرين طيب دكتور دلوقتي احنا بنتكلم عن هذه العوامل اه لو هنتكلم عن الدول الرئيسية اللي بيجي منها النسبة الاكبر من تحويلات المصرين في الخارج هي ايه حاليا حاليا احنا عندنا من اكبر الدول عندنا في السعودية مهم عندنا في الامارات دي من الدول اللي بنستقبل منها تحويلات العائلين الخارج بلاس كمان دول شراء اسيا بلاس امريكا بلاس كمان في دول الاتحاد الاوروبي بشكل عام بريض اكتر دول احنا منستقبل منها تحويلات خلال الفترة الماضي هي لها بنتكلم في حدود الاتنين وعشرون مليار اه طبعا احنا حققنا مركز السادس على مستوى العالم في استقبال التحويلات طبعا بعد الهند والماكسيك والسين والفلبين وفرنسا. ولكن احنا منتكلم في احنا المساهمة بتاعتنا في الرقم قد قد ايه. في رقم التحولات احنا منتكلم في اجمالي التحولات تمامية وستين مليار. عايزين بس نؤكد على النقطة مهمة ان الение والاستين بوين تحديدا تلاتة مليار. اا الاجمالي التحولات نسبة مساهمة الدول منخفضة ومتوسطة. الداخل تحديدا سبع وسبعين في المية. فالرقم كبير. يعني عايزين لوضح ان الدول منخافضة ومتوسطة الدخل هي الاكثر تحويلا. يعني القطاع العائلي كمان فيها بيساهم بالنسبة كبيرة في حجم التحولات اللي بتتم على مستوى العالم. وبالتالي هنا احنا محتاجين بقى يبتبقى فيه احنا بنقولها كده. حوافظ. عشان يبتدي يحول اكتر. كان من ضمن النقاط المهمة ويمكن اكدنا عليها وحضرتك برضو اكدتي من المستثمرين كانت من ضمن المشاكل. ان احنا خلاص ناهينا المشكلة الخاصة بالسوء الموازي. ودي خلت العاملين بالخارج يبتدوا خلال الفترة الماضية يبتدي يتعامل تاني ويرجع يبتدي يحول اكتر. طبعا مع انستا باي ده كان لي برضو عامل تاني اكبر عشان نبتدي اقدر استقبل. لان احنا لو بصينا تحديدا المركز المصر لما جيش تغل في انستا باي استغل مع الامارات والسعودية عشان يبتدي يستقبل اكبر كم من التحولات خلال الفترة الماضية. طيب اه لو هنتكلم بشكل عام برضو يا دكتور انه تحويلات المالية للعملين من الخارج. لو بشكل مبسط تشرح للمشاهد ازاي بتأثر على الاقتصاد المصري. انا بستخدم التحولات العاملين من الخارج. احنا قلنا احنا عندنا تحديدا بنتكلم في حوالي اربعة وتسعين مليار دولار امليكي ده اجمالي. وانه هي المصدر رقم اتنين حاليا. اه احنا رقم اتنين من الاربعة وتسعين مليار. اجمالي هنقول الحصيلة الدولارية او الميزان المدفوعات المصري. طب انا عندي رقم اتنين هو تحويلات عاملين من الخارج. طب خلينا نأكد بقى ان ده اقل تكلفة على الدولة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين انا بستخدم اموالي العاملين من الخارج في ايه? اول حاجة انا ببتدي داخل الاقتصاد المصري انا بستخدمها في عملية الواردات. وليس الصدرات احدا الصدرات ده. انا بنتكلم في الاوت بستخدمها في تيسير عملية الافراج الجمركي. عشان اقدر اتدخل. السلع اللي بدورها كمان لما يحصل وافرة في وجود السلع داخل الاقتصاد المصري هيكون على التدخم. لان احنا شفنا الفترة الماضية كان فيه تأثير في عملية عدم الافراج. ابتدى يبقى فيه شوحة شوية في البضايا ولكن دي من العوامل اللي بتساعدني في ان انا اقدر افرج عن السلع. اقدر ادخلها وبالتالي بتساعدني في عملية الواردات. كمان بتساعدني في عملية توفير او تيسير التعاملات مع عمليات الاستثمار المباشر لان انا لما الاستثمار المباشر بيجي يشوف طب حجم التحولات العاملين في الخارج اخبارها ايه? طب هي بتقل ولا بتزيد? وبالتالي هنا الاستثمار المباشر لما يلاقي فيه الحركة شغالة وفيه قنوات رقمية لان دي من الحاجات المهمة جدا اللي بتساعد فيه عمليات التحويل التحولات الاموال بواجه عام بقى مش هنقول عاملين من الخارج او الداخل بواجه عام بتيسر بشكل كبير. طبعا. متوفر حاجات كتير وبالتالي هنا انا كمستثمر اجنبي لما باجه اشتغل معاك وبلاقي ان فيه رقمية موجودة عمليات تحول رقمي موجودة داخل الاقتصاد وبالتالي ده بيساعدني اكتر وبالتالي هنا زيادة تحولات العاملين من الخارج بيكون لها دور في حاجات كتير. نمرة واحد استثمار مباشر نمرة اتنين بتزود بتساعدني انا ان انا ابتدي اساهم في عملية تيسير دخول او الواردات تبقى موجودة عندي بشكل كبير. طيب اه سؤال اخير وسريعا يا دكتور انه لو هنبص على العامل المالي المقبل اه مصر بتستهدف الوصول بحجم تحويلات العاملين لتلاتة وتلاتين مليار اه دولار اه توقعتك ايه لمسيرة الوصول لهذا الرقم اه ممكن تكون ابرز المصادر ايه اللي هتتشجع علشان تشارك اكثر اه يكون لها النصيب الاكبر من التحويلات اه ممكن تكون الاجراءات الاضافية غير اللي حضرتك ذكرتها اللي ممكن تشجع. خلينا نقول ان الرقم مش بعيد خالص. ليه? لان احنا بنتكلم احنا في العام الحالي بنتكلم في اتنين وعشرين. مليار العامل المالي الذي ياسبقه. نتكلم في كم? في واحد وتلاتين بوينت تسعة. يعني الرقم مش بعيد. اللي قبليه كنا واحد تلاتين بوينت اربعة مليار. وبالتالي هنا انا عايز اوصل لتلاتة وتلاتين. طيب مع تحريك سعر الصرف اللي حصل. وان انا بقى مفيش عندي سوق موازي خلاص. بقى السعر واحد ما بين اه فجو داخل شرعين الاقتصاد المصري او التعاملات عموما. وبالتالي هنا انا هقدر استقطب مزيد من التحويلات. من اهم الاجراءات بقى اللي عايزين نركز عليه ان انا استمر. استمر بشكل مباشر في تشديد الرقابة على السوق الموازي. استمر بشكل مباشر ايضا في زيادة حصيلة الدولة من الموارد الدولارية اللي هي بالتمام من خلال الاستثمار المباشر. وليس طبعا الاستثمار غير مباشر لان احنا شفنا ليه على الاقتصاد المصري. وبالتالي هنا انا محتاج بقى ان انا ازود عمليات الاستثمار المباشر استمرارية في الموارد الدولارية اللي موجودة عندي. وبالتالي ده هيساعدني اكتر في ان انا استقطب المزيد من التحويلات في وقضي خالص على السوق الموازي وما يرجعش يظهر تاني لان مجرد ظهوره هيعمل اخباط اصباية العود. برضو الخبير المصرفي على كل هذه التقصير. شكرا.